يوتيوب بالمجد للأطفال اشترك الآن يا رب الطالب اللي جاي النهاردة ده يكون طالب منظم كده الطالب المفروض يخش علي في دمه مكوية القمس بتاعه جوه البنطلون والجزمة بتاعته لازم تكون متلمعة والشراب الشراب بتاعه لازم يبقى له نبيض الطالب اللي جاي النهاردة ده لو خلف كلمة من الكلام اللي أنا قلته أنا مش هسمح له مش هسمح له أبدا 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 ايه ده ايه ده صباح الخير صباح الخير وطي صوتك فيه ايه داخل بسلم كده وبصبح ماينفعش سجل ماينفعش صوتك ده ليه عشان بس الصباح يبقى كله إشراك ونشاط بس مش كده حضر انت مين بقى ايه ده تعرفنيش انا قوزو قوزو مين ده اسم ده ولا ده ايه قوزو اللي اي حد بيعوزو ه 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 احنا هنهزر لا يا اسم لا يا اسم منظر منظر إيه وبعد المفن الشرب لابيض يا شيكها دي شرب لابيض المرة الجاية هجب منه داستة داستة ما ينفعش كده اتفضلي اطلع برة لا 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 اتفضلي اطلع برة لكن انا ما عرفها خلاص هتلملف بتاعك من بكرة هتلتزم طبعا اسألك شوية اسئلة الاسئلة اللي انا هسألها هتحدد اذا كانت تخش المدرسة بتاعتي ولا لا وبعدين انا عايز اقولك حاجة من اولها كده انا تعبانة اصلا خلوص رحت فمش عايزك تتعب لا 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 ما تخفيش اه انت بقى كنت طالب ملتزم في المدرسة كده وهادي ولا كنت مشاغب انا هو في حد غيرك اه 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 ركزني كده هو بصي هو لا كنت يعني ما بين البين يعني شوية ملتزم ومؤدب وشوية هادي بقى وشعنون كده ولعبي كده وبلعب بس اقترنت الوقت كنت هادي تبدي حاجة كويسة كنت بقى بتحب جلد كراستك كده وتخليها شكلها حلو وبتحطي لها استيكر ولا كان كل المواد ده في كراستة واحدة لا اه وفي اول السنة كان كل مادة في كراستها لكن بعد شوية بتجلب بقى بيروح بقى بل استيكر بكل حاجة اصلا انا كنت يعني غوي كورة فكنت بعمل الشنطة دي جون تمام وكنت بنلعب كورة كنت بحيب كورة قوي بس كده ما ينفعش طبعا منعرفت ان ده فلط كويس ان انت عرفت ايه اكتر موقف حصل لك محرج حصل لك في المدرسة موقف ما حصل للمواقف طب احكي لنا كده واحد منهم مرة كان المطرع كانت في الشتاء غرقيت اليهدومي خالص وكنت بالعب في الحوش عشان خاطر بحب المطرع وكده كنت بالعب انا وصعبي بعد كا اكتشفت ان يهدومي توسخت فقررت ان انا اخسلها فدخلت الحمام قعدت اخسلها وانا حصل مفيش بقى دخلوا بقى الفراشين بتوع المدرسة بقى شافوني بقى وانا بخسل بقى وكده طبعا يعني تسببت الموقف محرج لنفسي جدا ان هما قدوني قط الناظر والناظر بقى عمل معك ايه اكيده عاقبك لا بصي مستر محمود يعني لما عارف ان انا كنت بخسل هدومي تمام هو قاعد يتحق لان هما توقعش مثلا ان في طفل مثلا هيفكر ان هو عشان هو يستخدمه فهيخسلها يعني فانا عملت كده بصراحة تم معانا صورة كده تعالي نشوفها مع بعض يلا بينا يلا بينا ياه وبراءة الاطفال في عينيه لا والله اشرح لي بقى الموقف بتاع السورة دي ده كان كرنيه اول نادي العب فيه كراتي اه كان عندك كم سنة بقى كان عندي ساعتها غالبا يعني 11 سنة 11 سنة ونص كده كنت في سنة كم؟ لا مش فاكر 11 سنة 11 سنة ونص كنت فيه بس انا فاكر ان انا كان عندي 11 سنة 11 سنة ونص روحت بقى ايه ساعتها كانوا بيكافؤوني عشان انا كنت السنة دي كنت يعني جايب يعني كل الدرجات النهائية فقالولي احنا هنلعبك بقى كراتي بقى فنزبوني الاول جبنا بدلة الكراتي اللي هي البيضة دي تمام؟ وجيت تكوت شابية جديد تمام؟ وقدموا لي ايه في نادي كده ألعب فيه كراتي طب التمرين بتاعك ده كان بيجي عن المذاكرة ولا كنت بتدي كل حاجة وقتها؟ لا ده كان في الصيف يعني انا لما انجحت تمام؟ هم قرروا ان هم يكافؤوني ان انا جبت درجات عالية فقدموا لي في نادي ده في الصيف ما كانش في وقت المذاكرة وقت المذاكرة بتحبس في البيت دي حاجة كويسة جدا ايه اكتر مادة كنت بتحبها؟ الحساب والعلوم يعني شوية شوية كنت بليجهم ان هما يعني ايه اللي هو محتاجين بقى ايه تشغيل دماغ بقى وكده طب انت كنت بتحبها كده ولا المدرس اللي بيدرسها لك هو اللي حببك فيها؟ لا طبعا المدرس المدرس هو اللي ممكن يعني يساهل الحاجة وممكن انه هو يعني يخليك ان ان انت تكرهيها هو حسب طريقة الشرح انا بحب طرق الشرح اللي هي يعني في القرب كده زي الحكايات فتخلي ان انت تشغلي خيالك وده بصراحة ده حاجة يعني مهمة جدا يعني لازم يعني كل المدرسين يعملوها ان هما يحاولوا يشرحوا المواد الصعبة بطرق سهلة عن طريق بقى يدخلوا الموضوع يحكوه زي حكاية كده يخلوا خيال الطالب يشتغل لما خياله يشتغل المعلومة هتثبت في دماغه يعني بيسهلولك ان انت طريقة الفهم نعم 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 نعم